يعني بالتأكيد مدن شمال الضفة الغربية عاشت ليلة ساخنة وتستمر حتى هذه اللحظة على وجه التحديد في مدينة جنين أبدأ بالتطورات الميدانية التي حدثت خلال ساعات ما قبل منتصف الليل في مدينة نابلس حيث اقتحم عدد كبير من الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين مئات المستوطنين وصلوا إلى القبر لأداء الصلوات التلمودية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر القناصة على أسطح المنازل وأغلقت المنطقة الشرقية وعزلت عن عمق المدينة فيما دارت مواجهات واشتباكات عنيفة من أكثر من محور في محيط مخيم بلاطة وبلاطة البلد عراق التائش شارع عمان شارع المسلق بالقرب من مقيم عسكر كل هذه المناطق في المنطقة الشرقية التي تحولت بكل ما تحمل الكلمة من معنى إلى ساحة حرب حيث الاشتباكات المستمرة خلال ساعات الليل سلسلة بيانات متتالية كانت لمجموعة عرين الأسود وكذلك أيضا كتيبة نابلس وكتائب شهداء الأقصى أعلنت جميعها التبني عمليات إطلاق النار واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من العبوات الناسفة والمتفجرة خلال ساعات الاقتحام الهلال الأحمر الفلسطيني قال أنه في حصيلة انتهاء المواجهات مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس ساعات الفجر الأولى فإن الحصيلة الإجمالية هي استشهاد الفتى أحمد أمجد شحادة 16 عاما بعد أن أصيب برصاصة اخترقت القلب بصورة مباشرة فشلت التواقم الطبية في محاولات إنقاذ وإنعاش الفتى وأعلن عن استشهاده وكانت لحظات مؤثرة رصدناها عبر كاميرا الغدل وداع عائلة الشهيد لنجلها الذي يعني من المفترض خلال النصف الساعة القادمة أن تنطلق مسيرة التشريع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس باتجاه ميدان الشهداء ولاحقا لمواراتها الثراب بالإضافة إلى إصابة نحو 110 إصابات في المواجهات من بينها 10 إصابات بالرصاص الحي و22 إصابة بالرصاص المطاطي ونحو 75 إصابة بالاختناق في المواجهات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل التطور الثاني هنا في جينين نعم أسألك عن هذا التطور الثاني حول المعلومات حول المفاوضات فيما يخص تسليم جثة الإسرائيلي نعم يعني هذا التطور لازال شائكا ومعقدا ويحمل الكثير من التطورات الميدانية البارحة وقع حادث سير بالقرب من مدينة جينين أصيب اثنان نقلت إحدى الإصابات بحكم أن المركبة تحمل لوحة تسجيل الإسرائيلية بطائرة إلى المستشفيات الإسرائيلية وإصابة كانت تستدعي النقل والوصول إلى أقرب مستشفى كان هنا في مدينة جينين مستشفى ابن سينة أعلن عن مصرع هذا الإسرائيلي وعلى الفور أحاط مسلحون فلسطينيون مشفى ابن سينة وتمكنوا من احتجاز جثة الإسرائيلي ونقلت إلى داخل مخيم جينين كانت في الساعة الأولى لربما اتصالات وواسطات تتعلق هذه الواسطة بالحديث عن تسليم جثة الإسرائيلي كان هناك قرار وصلت مركبة الإسعاف لنقل جثة الإسرائيل لكن تم العدول عن الأمر ومصادر خاصة للغد أكدت على أن الأذرع العسكرية في مخيم جينين تطالب وتشترط تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي على تسليم جثة الشاب الإسرائيلي صباح هذا اليوم كان هناك قرار من وزير حرب الاحتلال بني جانس بإغلاق حاجزي الجلمة إلى الشمال من جينين وسالم إلى الغرب من مدينة جينين ومنع العمال الفلسطينيون من الدخول إلى مناطق عام 48 في إجراء رد على طبعا قرار احتجاز جثمان الشاب الإسرائيلي أيضا هنا في مدينة جينين أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تعليق الدوام بصورة كاملة في المدينة والمقيم خشية أن يكون هناك اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف استعادة جثة الشاب الإسرائيلي قبل قليل إذاعة الجيش الإسرائيلي تحدثت عن مفاوضات تجرى في هذه اللحظات من خلال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند لاستعادة جثة الإسرائيلي بالتأكيد علمنا بأن سلسلة من الاتصالات الحديثة تجرى ما بين إسرائيل وكذلك أيضا قيادة السلطة الفلسطينية الآن المؤسسات الحقوقية والأممية تدخل على الخط هذا يعني بأن الأمور وصلت إلى طريق مزدود يعني الأضروع العسكرية ترفض بشكل قطعي أن يكون هناك تسليم لجثة الشاب الإسرائيلي إلا بالإفراج عن جثمين الشهداء وهذا يدفع إلى أن تكون الساعات القادمة حذرة وتوتر وقلق تعيشه السيما مع الاستنفار الذي يفرد في محيط مخيم مدينة جنين هناك انتشار لعدد من العناصر المسلحة خشية أن يكون هناك عملية واسعة في ظل فشل مفاوضات تسليم جثة الشاب الإسرائيلي أن يكون هناك عملية عسكرية لإستعادة هذه الجثة ترجمة نانسي قنقر